أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها ست سنوات وخلال مؤتمر صحفي أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن اليوم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها ست سنوات وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية وتضمن نزاهتها وإن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر تفخر بأن تحمل على عطقها هذه المسئولية الوطنية الجسيمة تتعهد للمصريين بأن تبقى أهلا للأمانة وموضعا للثقة وأن يكونوا نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج ترجمة نانسي قنقر